جيد طبعا الناس كلها نفسها ان احنا في النهاية مستعدين طبعا بشكل كبير جدا اللعبة جهزة نفسيا وبدنيا بطولها كانت صعبة بالنسبة لنا لكن افتكر ان احنا معنا ابطار في الفرقة والحمد لله ان احنا قدرنا نكسل بكل عناصر الموجودة رغم ان كان قابلنا صعوبات في الاصابات لكن بالنسبة للتحضير انا شايف ان احنا محضرين بشكل كويس ونفش بس غير بقرا فإن شاء الله يكون من نصيبنا well it's great to play against Senegal as a team also against Sadio but tomorrow we're gonna be rivals after tomorrow we're gonna be teammates again we had a small chat after Moroccan game when we see each other i was checking how is his head and yeah i say let's hopefully we meet in the final and we play a good game so that's all في 2017 كنا ندخلين بس الماتش النهائي تعبنين شوية عشان كان فيه إصابات كتيرة وكان فيه سوق حظ في الإصابات فعلا ما كانش عندنا فراودة ما كانش عندنا لعيبة كتيرة كان لازم نغير الناس بتاع اللعيبة البطولة دي عشان فيه كمس تغييرات فالموضوع مساهل علينا أكتر واللعيبة بصراحة مش عايز أقول أقرب من الجروب اللي فات بالعكس يعني الاثنين كانوا زي بعض اللعيبة كلها في الماتش بتاع برضو الفاينل 2017 كله طلع اللي عنده الناس في مصر كانت مقدردة جدا ومحدش لام اللعيبة في أي حاجة فأنا شايف أن كان عندنا سوق توفيق الماتش في النهائي الأولاني لكن إن شاء الله بإذن الله يكون معنا حسن حظ بكرة ونكسب الماتش بإذن الله أنا كل المركز فيه أن أنا أكسب البطولة مع منتخب أهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي أن أنا أكسب البطولة مع منتخب اللعيبة طلعت ده في الماتشاط اللي فاتت كان عندها روح عالية جدا الناس كلها شافت ده أحسن لعيب جات أو ما جاتش ده حاجة تانية أو بعدين ولسه بدر عليها لكن أهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي أن نركز في الماتش بكرة واللعيبة كلها مش عايز من اللعيبة بس غير أن هم يعملوا أكلنا نعمل زي الماتشاط اللي فاتت مش أكتر ولا أقل وبالمجهود ده إن شاء الله هنكسب البطولة لا يا مكة مكة عزينا أرجع البيت عمتا في أسرع وقت عشان أنا و هي رايبين من بعض لكن هي عارفة أن أنا مع المنتخب وكانت هي ومراتي وكان كانوا بفكار ويجو بس عشان سفر كتير وكان هي بقى صعبة فالدنيا لم أزبطتشي لكن هي مدركة طبعا أنا بكلمهم كل يوم وبركتلي مرة الفتة بعد المتش وداعتلي أن نحن يكسب الفينال فتغلما هي وداعت خلاص بسبب مفتاح نلعب زي الماتشاط اللي فاتت مش محتاجين نعمل أقل من كده ولا أكتر من كده ممكن أكتر من كده بس اللعيبة بينت الماتشاط اللي فاتت قدي احنا كنا رجالة وقدي كنا عايزين نكسب البطولة بص على الآخر ثلاث ماتشاط كاميرون في المغرب في كودفوار ثلاثة برضو كانوا مرشحين ثلاثة ان هما يكسبوا البطولة قدينا بشكل كويس عشان اللعيبة كلها كنا عندها وروح واللعيبة بطلق نفسها وعرفها يعايزين كامير ماتش سنغال بكرة يكون ماتشو زي الماتشات اللي فاتت بالنسبة لنا حياءة وموت إن شاء الله ندخل الماتش بعالية البطل وإن شاء الله ننكسب البطولة طبعاً إنه ممتاز مهاجم لن تقوم بشكل صديقي هذا هو الموضوع الموضوع من الموضوع المشكلة لن نتقوم بشكل صديقي مرام يكون ممتازة ثمانية للمرام pm مرام يكون ممتازة ثمارية كل شيء بس اللعيبة نفسها شافت ده في الملعب اللعيبة شافت لما الجمهور بيبقى وراها الناس او الناس شافت لما تبقى انت ورا اللعيب اللعيبة بيطلع ازاي كل اللي عندها اللعيبة كلها بقى اهمها دلوقتي منتخب مصر ما فيش حد من الجمهور بقى بيفكر في فرقة او في لعيبة او اي حاجة الاهلوية بيشجعوا زمالكوية اكتر من اي حد تاني زمالكوية بيشجعوا الاهلوية اكتر من اي حد تاني ده اللي بينجح منتخب مصر أنا أول مرة أشوف من زماني أن الناس رجعت تبص على متخب مصر وشايفة قد إيه أنه ده مهم أن إحنا يبقى عندنا قهدة جماهيرية متخب مصر فوق أي حد ده أهم حاجة في الوقت الحالي أن إحنا لازم نكسب والجمهور كله بشجع اللعيبة الإعلام مؤخرا بشجع اللعيبة مش شرطة عشان كلامي بس عشان أنا شايف ده الصح يعني مؤخرا الناس بقت شايفة ده كويس جدا أتمنى يكون كلامي أسر لو حتى جزء بسيط أو حتى لو مؤثرش الموضوع السهل بالنسبة لي بس أهم حاجة أن الجمهور دائما يبدل وراء اللعيبة رسالتي للعيبة أنا بقولها لهم بيني وبينهم قلت لها قلتها كذا مرة ما بيني وما بينهم وبعرف أكلم معهم وبعرفوا يسمعوني لكن لو هقول لهم حاجة هنا أنا كده كده أقعد معهم بعد التمرير النهاردة بس لو هقول لهم حاجة هنا هقول لهم ماتش بكرة ده ماتش فاينل استمتع به اللحظات دي ممكن ما تتعوضش تاني على قد ما تقدر تستمتع أنت في النهائي استمتع به اكسبه عشان خاطر الناس اللي في مصر دوس على نفسك اعمل كل حاجة أنت تقدر تعملها عشان خاطر الناس تبقى فرحانة الناس كلها شافت الناس في مصر هتعاملها إزاي الناس بتستنى فرحة زي دي الحاجات دي ما تقدرش تشري بالفلوس الحاجات دي بس بتبقى روح ومجهود واللحظات دي عمرك ما تقدر تعوضها بأي فلوس الناس لما بتكسب والمنتخب بيكسب بطولة الناس الغلابة بتبقى فرحانة وطائرة من فرحة تبقاش مستنية منك اي حاجة كل مستنية منك ان انت تكسب المصر بس فانا هتكلم على العيبة بعد بعد التمرين تاني زي هم نتكلم على طول وانا متأكد ان ان شاء الله اللعيبة دي ممش هتحس بأي تعب مفيش حد تتشغل دماغه بأي تعب عشان خاطر الناس اللي في مصر وعشان خاطر نفسنا برضو well it's a final it's a final like no one will think about being tired or something if we think about being tired we're gonna remember the people in Egypt like the people who kind of make make them happy we train good we recover good we eat good we sleep good everybody's happy everybody's fit everybody's excited for tomorrow if we go for 120 we go for 120 if we go for 360 we go for 360 What ever it takes, we're gonna make it to make it happen. Everybody is excited for tomorrow and we just go from here and hopefully we win it. Well, he was in the game last 30 minutes last game but the players were like focused in the game. That's what we need. We don't have to think about that. Everybody, of course, love him and respect him but tomorrow is not a time to think if the manager is not there or not. It's just about 11 men وفيده لنقاربا للغاية المحتى لديه مقابلات في هذا الوصول ويديه مقابلات في هذا الوصول وجهه للجميع بعملات لنا اليوم يتققونه منكم وضحنا جميعا ولكن معنا نساعدنا نحن لدينا ناعدنا نفسه وفهم يقفونه ووله ماذا يتقنون للغاية آبس لذكر سهل لا يؤمنه لكن أعتقد أننا سنفتح معه بعد المنزل